تطورة فيروس كورونا لهذا اليوم أهلا بكم بينما تؤكد كل الشواهد أنه لا سبيل الاحتواء فيروس كورونا سوى التعايش معه تسير كل الجهود نحو تمهيد الطريق لهذه الخطوة وزيرة التجارة والصناع نيفين جامعة أكدت حرص الوزارة على توفير احتياجات كافة فئات الشعب المصري من الكمامات المصنوعة من القماش بجودة عالية وأسعار مناسبة خلال المرحلة المقبلة وفي خطوة غير مسبوقة بأفريقيا والوطن العربية وزارة الاتصالات تطلق خدمة الاختبار الألي لأعراض فيروس كورونا بتقنية الشاتبوت بلغة الإشارة وذلك عبر استخدام تقنية الذكاء الاصطناعية وذلك لإتاحة هذا الاختبار للسم وضعاف السمع من خلال تطبيق وصل أما جهود إعادة المصريين العالقين بالخارج لا تزال مستمرة أيضا فبينما أعلنت القوى العاملة وصول ثلاثة رحلات من دولة الإمارات اليوم وعلى متنها 900 شخص سيرت وزارة النقل رحلة بحرية للعبارة القاهرة لنقل المصريين المتواجدين بميناء ضباء السعودية العالم وإن كان يتجه نحو التعايش مع هذه الجائحة فإن جهود ابتكار طرق لاحتوائها لا تتوقف أحدث تلك المحاولات كانت في دولة الإمارات التي طورت آدات جديدة تتيح إجراء فحوص جماعية فائقة السرعة خلال ثوان معدودة وهو ما يسمح بتوسيع دائرة الاختبارات على نحو غير مسبوق لازلنا أيضا في الإمارات التي تقدم إليها طيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الفلسطينية بجزيل الشكر بعد إرسالها طائرة شحن محملة بمعدات ومساعدات طبية للشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة وقطاع غزة والقدس المحتلة وبينما بدأ عدد من الدول في تخفيف إجراءات الإغلاق الصارمة تدريجيا في الآونة الأخيرة فإن البعض منها اتخذ بعض التدابير الوقائية فالحكومة الإسبانية على سبيل المثال أصدرت قرارا يقضي بإلزام كل من يزيد عمره عن ست سنوات بوضع الكمامة في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة وإذا استحال عليهم الحفاظ على مسافة مترين بين بعضهم بعضا أما الهند فقد سجلت أعلى معدل للإصابة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد وذلك بعد رصد خمسة ألاف وستمائة وإحدى عشرة حالة إصابة في أربع وعشرين ساعة ليصل أجمالي الإصابات لديها إلى مائة وستة ألف وسبعمائة وخمسين إصابة وفي محاولة لإضافة لمسة من الجمال على الكمامة قامت مصممة أزياء صنية بتصنيع كمامة من الحرير مزودة بفلات رهواء ذلك من أجل الراغبين في الوقاية من إصابة بفيروس كورونا والحفاظ على أناقتهم في ذات الوقت مصممة الأزياء البالغة من العمر خمسة وخمسين عاما عملت على تعديل الكمامات للاستخدام خلال فصل الصيف فصنعتها من قماش حريري أقل سمكا مما يسمح بالتنفس على نحو أفضل في أجواء التقص الحارة رجاءً إلزموا منازلكم وكونوا دائماً بخير وتابعونا أيضاً عبر منصاتنا الإعلامية المختلفة